اشتركوا في القناة 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 ثالثا انا ما بحكي عن حالي دكتور في علم الفلك ولا حاصل على دكتوراه في علم الفلك ولا بنتحل شخصية اني انا حامل شهاد الدكتور في اي علم من العلوم الغيبية اللي انا بحكي فيها بس لانكم ما بتعرفوا من هو سعيد منع راحت عنكم انه انا دكتور لاني بعمل في المجال الطبي وبكفيكوا هاي واللي بسمع في يوم انه سعيد منع او انا في يوم بطلع بقول انا ما بحلل شخصية او خارطة فلكية او ما بساعد انسان الا بمقابل بطلع له يحكي علي اللي بده اياه اليوم وبكرة وبعد سنة وبعد الف سنة هذا علم هبى من الله وهو علم من علوم الله ما بتقاضى عليه اجر اما في مجال عملي وفي تخصصي لا انا باخذ اجر بس مش في العلوم الروحانية ولا في العلوم الغيبية ولا بالفلك ولا بالطاقة ولا باي علم ثاني اما موضوع انه شو اللي انا بعرفه او شو العلم اللي عندي ايش اسماء العلوم اللي انت سمعتها في حياتك من اول ما انخلقت لليوم انت واللي علمك واللي بتعرفهم واللي سمعت لهم من علوم بعرف عشرات عشرات اضعافها ومش مفاخرة احكي لك لا هي مفاخرة بي نفسي انه ربنا وهبني هذه العلوم والحمد لله ما اغضبت في يوم ولا في امر واللي بعرفني مقربا بعرف كلامي صح او بعرف انه انا قاعد بكذب وهي التعليقات موجودي وعمري ما حذف التعليق اكتب وكون جريء وبوعدك اني ما احذف تعليقك اذا اخذت منك فلس اما سؤالنا لهذا اليوم اللي انا حكيت عنه بالامس رح احكي عنه اليوم هي مدارس علم الفلك ومدارس علم الفلك هاي كيف اللي بحب يدور عن اللي الناس ما بتعرف عنه وبيجي يحكي فيه عشان يفرد عضلاته لانه ما حدا رح يقوله انت كذاب او انت بتعرفش لانه انت شو بفهمك هذا زلمي راح بلاد الواق واق وجاب علوم انت ما بتعرف عنها فاصل الانتقاد فاصل الانتقاد المعرفي فانا ما بعرف في هذا العلم كيف دي انتقده انا اليوم رح اعرفك في هاي العلوم اصل العلم الفلك هو عربي هذا طبعا هسا في ناس رح يقولوا لا مش عربي لا اصل العلم الفلك هو عربي والاصل فيه من اليمن وكان علم الفلك القديم الو مسميات غير المسميات اللي انتو سمعتوها واتحدى اذا في واحد منهم بعرفها كانت الاسماء باسماء الابراج العربية وهي الاسلحة الخنجر والفاس والشبرية والمنجنيق واواء الى ما لا نهاية وكان في مدارس قديمة الكلدانية والاشورية والمندانية والصابقة والبابلية والفرعونية وكان في الهندي وكان في الصيني وبعدين سرقت علوم العرب هاي من الاسكندرية اخذوها اليونان بطليموس وافلاطين في فرق بين افلاطون وافلاطين اللي بعرفوا فلسفة بعرفوا عن ايش انا بحكي وترجمت هذه العلوم بعلومهم وتبنوها الغرب وبعدين نتج العلم الغربي سرقوا كل علومنا ونسبوها الهم واحنا صرنا نتعلم من عندهم واللي بيجي هسا بقولك العلم الهندي كل العلوم بتصب في نفس المكان لانها نفس الكواكب ونفس التعرحركات ونفس السرعات ونفس الزوايا ونفس الشيء ولكن لازم انا اجيب لك مصطلحات ومسميات ما تفهمهاش عشان انا ابين اني انا مميز وبعمل لك الخارطة الفلكية تبعتك بشكل مميز وطبعا العلم الهندي والعلم الصيني مش اللي انتو بتسمعوا فيه لا هو فيه اشياء وبربطوها مع نقاط الشحن الطاقة والطاقي والتغذية الطاقية وكل يوم الو ايش وطقوسه واتصالاته ومين الاله تبعه وقصة طويلة عريضة ولكن هدولا باعتمدوا على حساب سنوي لهم الصينيين والهنود باعتمدوا على حساب الكسوف والخسوف وحركة القمر والشمس هي الاساس واحنا منعتمد على حركة كل يوم لانه احنا منعتمد على المنازل والمنازل حتى المنازل سرقوها من مسمياتها العربية وترجموها للغات ثانية عشان يقولوا انهم اكتشفوها فاذا انت حابب تسمع وبدك نصيحتي اركز على الابراج المعروفة زي اللي طلع قبل فترة وقاعد يقول انه الابراج مش اطناعش وجدوا فيه برج تاية في النص هذا بيحطوا الحية وبزيحوا الابراج فكل الابراج بتتحرك فانت برجك مش البرج اللي انت بتعرفه لازم ترجع لالابراج اللي جديد لمعلوماتكو كانت كل عشرية اسمها برج وطلعوا في القديم حاولوا انهم يحاججوا في الموضوع هاد ويثبتوا انه كل عشرية في برج يعني انتو بتحكوا قاعدين عن اطناعش في ثلاث ستة وثلاثين برج وفشلوا وما قدروا يقنعوا حالهم وليثبتوا حالهم في ساحة الفلكين واجوا ناس يالوا الابراج اربعطعش وبرضوا ما نجحوا واجوا قالوا ثلاثتعش وما نجحوا كمان وقاعدة الاثناش هي القاعدة الصحيحة وما تسمحوا لأي واحد انه يشكككو في هذه القاعدة او يحاول انه يشرحلكو القاعدة تاعته ويحاول يقنعكو فيها لانه راح يتوهكو لانه هو تايه اساسا هو حب يجي في اشي مش موجود عشان يتميز فيه وبالنسبة للفلكيين اللي موجودين في الوطن العربي اللي هم اللي بيشتغلوا على علم الفلك الاصلي الصحيح والله انا ما بعرفهم كلهم وما بتابعهم كلهم مش لانه غرورا في علمي وانه انا متكبر على علمي لا لانه هي نفس المدارس ونفس الحسابات ونفس الكشوفات وبدأ تطلع نفس التوقعات وانا اثق في علوم هذول الاثنين اللي انا بعرفهم وعارف انه هم متمكنين من علمهم فبدو ييجي واحد يقول لي مين او شو الاسماء هاي انا رح احكي لكم الاسماء انا لا اثق الا في اثنين رقم واحد ابراهيم حزبون ورقم اثنين كارمن شماس اثنين كملوا دراسة وكارمن شماس كملت دراسة ولحد الان بتدرس لانها بتطور في حالها لانه علم الفلك ما بنتهي لحد ولا رح ينتهي لحد زي ما انا بكمل برضو في بحوث وفي اشياء برضو الها علاقة في علم الفلك وبرضو بطور من حالي فما واحد بيصل لمرحل يقول لك بس انا وصلت خلاص ختمت العلم ما في اشي اسمه ختمت العلم في علم الفلك ما في واحد ختم علم الفلك هذا علم مائل نهاية طبعا يمكن انتو بتعرفوا اشخاص بيشتغلوا في هذا المجال احسن مني والدنيا ما بتخلى ولكن انا على حسب علمي انا ما بعرف غير هذول الشخصين لاني بعرف وين درسوا وبعرف شو نوعية الدراسة اللي درسوها وبعرف عايش حصلوا هذا نشاطهم وهذا يعني هذي معرفتي فيهم هس هم بيشتغلوا باخدوا فلوس بالالوف بالملايين هذا اشي ما بيعنيني انا بحكي قاعد على علمهم هس انا انه تيجو تأخذوا من كلامي انه انا بحرم الواحد يأخذ مصاري من ورا علم الفلك من ورا علم الفلك هذا مش شغلي اللي بده يأخذ فلوس يأخذ اللي هذا مجال عمله وما فيش غيره وهو تفرغ ودرس لهذا العلم وبده يأخذ مقابله هو حر بس انا بالنسبة لالي انا هذي انا ما اخذوا نوع من انواع كانت هواية محبة عشق لهذا العلم اتبحرت فيه لانه اساس لكل العلوم اللي انا تعلمتها فعشان هيك انا بالنسبة لي وهبت لوجه الله تعالى انا بختلف عن الناس واذا انتو بتعرفوا اشخاص تانيين وبتعرفوا اسماء ثانية ومقتنعين فيهم برضو انتو حرين انا ما بقدر اجبركم انكو تتابعوا مين وما تتابعوش مين انا سئلت انه بتقدر انك تحكي لنا اسماء ناس موثوق فيهم او بتثق فيهم قلتلكو انا بقى عرف هذول اثنين مين غيرهم انا ما بتابع حدا ولا مستعد اني اكبس على فيديو لأي واحد عشان انا اسمعو ولكن انا مين اللي ببعثلي ببعثلي روابط بعض مرات مشتركين موجودين في القناة هم ببعثولي بحكولي اسمع هذا شو بحكي او اسمع هاي احنا ما فهمنا هاش او هذا الاشي اللي بحكيه ايش هو شرحنا لنا ياه طب اضطر اني انا اسمع عشان انا احكم واجاوب ما احكم بظلم وما احكم عليه على مجرد العنوان اللي هو حاطه وصلت كل معلومة اعتقد اني هيك اليوم شوي حكيت بلهجة عصبية وحبيت اني اثبت لهم انه انا بمشيش على تهديد واللي بده يعرف اصلي وفصلي او من وين انا اجيت والله كتب الجذور والعائلات والانساب معبي كل المكتبات ادخل على اي مكتب وافتح على عيلة المناعي ابتصل لابونا ادم بس بدي اسألك انتي اصلك وفصلك ايش اذا بتعرف جدك السابع بدي اسكر القناة واوعد في الدار كل الاحترام والتقدير وخلينا ندخل في الابرج القمر ما زال موجود في برج الضلب والليلة رح ينتقل للحوت وحكينا انه اليوم كله خلو مسار رح يكون متواجد لغاية ساعات ما قبل الظهر في منزلة المقدم وحكينا منزلة المقدم هي للخير والثبات والسلامة والمحبة اما بعد ساعات ما بعد الظهر بتنتقل القمر لمنزلة المؤخر هي للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر لما ينتقل لهاي المنزلة بكون دخل على برج الحوت ولكن ما عمل اول زوايا في برج الحوت فمنحكي انه لسه هو في مرحلة الانتقال وبما انه احنا حكينا عن خلو المسار واليوم هاد طوله خلو المسار ورح يستمر حتى بعد الحلقة هاي يعني رح يستمر حتى المساء للساعة 11.43 دقيقة بتوقيت جرينتش يعني بعد منتصف الليل للساعة 11.43 دقيقة بعد منتصف الليل هذا بتوقيت الاردن ليستقر بعديها القمر في برج الحوت هذا يعني انه طول النهار احنا في خلو المسار ولغاية ما بعد الحلقة لمنتصف الليل او لبعد منتصف الليل واحنا في خلو المسار بعدين بتتشكل اول زاوية للقمر ومنحكي هيك انه القمر استقر في برج الحوت يعني بكرة بكون القمر في برج الحوت اما الان هو في مرحلة انتقال وخلو المسار للي ما بفهمش علي انا كيف بشرح ويروح يحكي انت حكيت عن يوم وفي فلكيين ثانين حكوا عن يوم لا انا بده اصير اعطيك باليوم لانه انا شرحت وحكيت انه من بعد الحلقة زاوية ثنتين بعدين خلو المسار وراح تستمر يوم كامل وهيني بحكي انه احنا اليوم طوله في خلو المسار والليل بعد منتصف الليل بنتهي خلو المسار يعني بكرة القمر بكون في الحوت وبشكل اول زوايا القمر لما بكون موجود في الحوت بيأثر علينا انه تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر كثير ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزو جانبا بذرف الدموع وعلى ذكريات وعلى اشياء خيبات امل قسم كبير ايضا من الموظفين بتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبال الغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كشعر او رسم او عيادة مريض او شراء الزهور او اقتناء الال التصوير اول زاوية رح تتشكل هي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة والمريخ رح تكون في تمام الساعة وحدة وسبعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينتش فجرا يعني بتوقيت الاردن على الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة فجرا هاي الزاوية بتجعل التفاهم مع اللي حوالينا صعبة واكثر المتضررين هم المتزوجين لانها هاي بتخلق نوع من المشاكل مشاكل عاطفية وبتترك نوع من التوابع السلبية لحالتنا النفسية بتدل هاي الزاوية دوليا او علي حوالينا بتدل هاي الزاوية على ازدياد اعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيانة الزوجية وبعاني الفنانين والمطربين من عدة صعوبات في تسويق اعمالهم الفنية وهاي فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية وطرح منتوجات جديدة للأسواق اما الزاوية التي تليها وهي تقريبا امتيجي ساعات الفجر هي زاوية تسديس ايجابي بين القمر وارانوس بتيجي الساعة 5 و 12 دقيقة بتوقيت جرينيتش صباحا يعني على الساعة 7 و 12 دقيقة بتوقيت الاردن هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن انه يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا احنا شيء غير متوقع اتجاه البعض او اتجاه الغير اما الزاوية التي تليها هي زاوية رح تتشكل بكرة يعني تقريبا بعد حلقة بكرة فبكرة برضو رح اعيدها هاي لانها هاي من الزوايا البطيئة هي زاوية اقتيران ايجابية بين الزهرة ونبتون رح تكون هاي بكرة المساء في تمام الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي بتضفي علينا نوع من الجاذبي والقبول وبتجذب الاخرين النا هاي بتدل على تحسن في اوضاع العاملين في المجال البحري مثل الصيادين والصناعات الطبية والصيدلة تكرير النفط الميدان الفني بتعرف يعني والموسيقى اللي هي اللي الها الطابع الفلسفي او الصوفي او الروحي او يعني هاي هذا النمط من الموسيقى برضو بلاقي رواج والانتاجات الفنية اللي بتعني بالعقائد والاديان والروحانيات والعلوم النفسية بتلاقي نجاح كبير في هاي الفترة طبعا اذا تم الاعلان عنها بهاي الفترة رح تشوف انه رح يكون في ضجة كبيرة لنوعية من الافلام هاي بالنسبة للقمر رح يكون موجود في الحوت حكينا خلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعة تسعة وعشرين واحد بابدى الساعة واحدة وثمان دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش وبستمر حتى تمام الساعة 11 وخمسين دقيقة عصرا من نفس اليوم يوم الاربعة تسعة وعشرين واحد لا ينتقل بعديها القمر لبرج الحمل وحكينا فترة خلو المسار بتكون لا يصلح فيها البدء بأي عمل ولا كتابة عقد ولا اي شيء رح نحكي عنها يوم يبل خلو المسار بيوم عمر القمر يعني هذا القمر الجديد القمر الهلال صار عمره يومين وفي تمام الساعة خمسة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بصير دخل في اليوم الثالث نسبة الإضاءة بتصير ثمانية في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب الشمس في الدلو حتى تسعة وعشرين اثنين مزاجه منتحس القمر في الدلو والحوت ورح يظل في الحوت لغاية تسعة وعشرين واحد مزاجه سعيد عطارد في الدلو حتى ثلاثة اثنين مزاجه سعيد الزهرة في الحوت حتى 7-2 مزاج سعيد المريخ في القوس حتى 16-2 مزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14-5 المزاج سعيد زحل في الجدي حتى 11-5 المزاج سعيد أورانوس في الثورة حتى 15-8 المزاج ممتزج نبتم في الحوت حتى 23-6 المزاج سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25-4 المزاج ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر موجود في بيت متاعبكم في الحوت تشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في إنجاز كثير من مشاغلكم بدكوا تضعوا سلم أولويات العمل الضروري هو الإشي اللي بدكوا تنجزوه بدكوا تخلدوا للراحة أنتوا في أضعف أوقات أيام الشهر حظ ما تراهنوا على الحضوض أبدا وما تحسموا أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب أتوقع أنه يكون هناك نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو الخسارة في خلال هذا النهار على حسب الزوايا الموجودة برج الثور بنصب نشاطك كله على بين الأصدقاء تجدوا نوع من التعاون منهم بوسعك وتحقيق أمنية بمساعدة أحد الأصدقاء أو أحد ما ممكن حد يساعدكو أهم شي إذا أنت كنت بحاجة برضو للمساعدة ما تتردد في طلب المساعدة بدورك راح تلاقي أنه في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شي إنك ما تبقى وحيد يعني ما تنعزل الناس أخرج للقاء الناس برج الجوزاء يوم مناسب للي بنتظر موضوع من بعيد تنجحوا في السفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحباكو أهم شي إنه خلال هذا اليوم ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات الأضواء تقريبا راح تكون مسلطة عليك يعني أي غلط راح تتحاسب عليه راح تينعرف أي تقصير راح ينعرف بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية هاي فترة مهمة جدا بين قسين بدك تركز صح فيها عشان أنت ما ينحسب عليك أي أخطاء برج السرطان بتنهمكو في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة متاحة لمكسب يا من شراكة يا تعويض مع هيك بتكتخففوا من النفقات يعني القمر الشوي بعدلكو نوع من أنواع التفاؤل تستعيد من خلال حماستك وبتنعش صداقاتك أو علاقاتك المهنية ممكن تمارس جميع صلاحياتك بنجاح وكفاءة ما بتهدأ وطيرتك أو نشاطك نهائيا خلال هذا النهار ممكن ترغب في السفر أو في الدراسة برج الأسد بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكي أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية حاذر من إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة تقدر تعالج الأمور المالية أو أمر العلاقة بإرث أو بتنشغل بتخليص معاملات رسمية أهم إش إنك ما تتذمر برج العذراء تتركز جهودكم نحو تدعيم شراكتكم يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة هاي الفترة صعبة بتعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر حاذر المشاكل على أنواعها تعتبر هاي الفترة من أصعب أيام الشهر لأن القمر موجود مقابلك مباشرة برج الميزان بيبدأ العمل بتراكم عندكم حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه من أعمال مهمة أهم إش إنك ما تهمل صحتك يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب ضاع يعني كثرة الضغوط أهم إش إنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وأطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا وأهم إش إنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب تجتازوا بصورة عامي يوم إيجابي ببعث على البهج والإنشراح بوسعك ممارسة نشاط فني أو دعوة بدعوك للإبكار إلى نشاطاتك وعدم التلك ما ضيعوا هذا اليوم من إيدك حضر بشكل جيد لأعمالك ما ترتجل أي شيء ممكن بعضك يطلق مشاريع جديدة ممكن يتلقوا إجابات أو إشارات مهمة خلال هذا النهار اللي بقدر أحكي لك هي إنه ابتسم الحض إلى جانبك هذا النهار استغلوا برج القوس بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم إش إنك تلطفوا الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد عائلي بشجعك القمر على تكرار المحاولات يعني بترتفع نسبة الحضوض عندك بشكل واضح ولكن مش زي لما ينتقل القمر لا برج الحمل برج الجدي تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعزز العلاقة مع أخ أو مع جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات للمشاركة في المؤتمرات أو الندوات بتنجحوا في طرح مواضية حساسة أو تقديم عمل مهم يلفت الأنظار وممكن إنه يلفت الأنظار والإعجاب مع بعض فهاي فترة ممتازة جدا لإلكم برج الدلو بتحصل على مبلغ من المال يعني يدخل نوع من التحسين على ميزانيتك طبعا في ناس ممكن تحكي من وين بدو يجي المال لا هذا المال بيجي دائما أو عادة من أعمال إضافية أو بيجي على شكل دعم أو هدية في منك ممكن يحصل على هدية أو جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي تستعيد ثقتك بنفسك لكن بدك تحاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة برج الحوت اليوم طبعا فترة إيجابية بتعيد عندكم كل النشاط كل كان مفقود خلال الفترة الماضية بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع بتتعزز معنوياتكم من جديد وبتتحمس للمبادرة لإدخال تعديل على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات ممكن تنتظر مفاجأة أو خبر صار خلال هذا النهار أو استعداد لورش جديدة يعني يعتبر هذا اليوم من أفضل أيام الشهر هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء موسيقى